موسيقى هاي أصدقائي معكم الشيف الأكاديمي إيفا من إسبانيا أما بخصوص الترجمة والمونتاج والصوت فهم لصديقة آنخلة من تركيا أهلاً وسهلاً بكم على قناتنا قنات ملكي أخلا وشف إيفا Hola amigos, estoy con ustedes la شف أكاديمية إيفا de إسبانيا Hoy tenemos dos recettes de salsa La primera es salsa de tomate seco con herbas Y la segunda es salsa pesto italiana verde Está lista en YouTube ahora y preparada para mí Soy شف إيفا Hi أصدقائي, سأكون اليوم معكم أنا شف الأكاديمي إيفا من إسبانيا اليوم لدينا وصفتين من الصلصة الأولى صلصة الطماطم الجافة بالعشاب والثانية صلصة البيستول الإيطالية الخضراء الوصفتين أصبحت جاهزة على اليوتيوب الآن من أعدادي أنا الشف إيفا فهكذا يبدو شكل الوصفتين بعدما أنتهيت من أعدادهم لذيذة وشاهية يمكنكم دهنها على قطع من خبز التوست وتناولها ويمكنكم أيضا وضعها في الأطعمة في مراحل إعدادها وقبل البدء بإعداد هاتين الوصفتين أصدقائي لا تنسونا باللايك والشير والسبسكرايب والآن هيا بنا مع بعض لنرى كيفية إعداد هاتين الوصفتين معي أنا الشف إيفا باموس والآن إليكم مقادير صلصة الطماطم الجافة بالعشاب ثلاث حبات من الطماطم كبيرة الحجم ثمن حبات من الطماطم المجففة عصير ليمونة واحدة خضراء نوع ليمة ملعقة طعام أورق ريحان ملعقة طعام زعتر ناشف ملعقة طعام كليل الجبل وملعقة كوب ثوم باودر ورشة خفيفة من الملح وزيت زيتون للحفظ ها هي جميع مقاديرنا والآن إليكم طريقة العمل ها هو الريحان الناشف سأضع فوقه الزعتر الناشف أيضا وسأأخذ أيضا ملعقة طعام من إكليل الجبل ها هو قبل وضعه فوق بقية الأعشاب سأعمل على تنعيمه بيد وبعد ذلك أضعه فوق بقية الأعشاب ها هو ها هو اشتركوا في القناة ومن ثم سأضع ملعقة كوب من الثوم الباودر إذ لم يكن المتوفر لديكم بإمكانكم استخدام الثوم الطازج بعد هرسه وها هي رشة الملح الخفيفة نضعهم جانبا سنحتاج إلى ثلاث حبات من التمر نسيت ذكرها في المقادير ستجدونها في صندوق الوصف بكل تأكيد أنت زمنها النوى وأبدأ بتقسيمها هكذا وها هي الطماطم المجففة سأبدأ بتقسيمها هكذا أي فرمها ناعما وأستمر حتى نفاذ الكمية معي بعدما انتهيت من فرم الطماطم المجففة ناعما والتمر أضعهم في المكسر الكهربائي أتابع ما تبقى من الطماطم المجففة بعد ذلك سأبدأ بتقسيم الطماطم الطازجة ومن ثم وضعها جانبا نتابع مع بقية الحبات الآن أبدأ بفرم الطماطم ناعما ووضعها في المكسر الكهربائي مع بقية الطماطم هكذا الآن سأضع فوقهم عصير الليمون ومن ثم العشاب وأخيرا زيت الزيتون بعد ذلك سأحكم غطاء المكسر الكهربائي وأبدأ بمسج المواد حتى تتجانس فيما بينها شكرا الآن وبعدما انتهيت من عمل صلصة الطماطم المجففة سأضعها في القناني الخاصة بها على أن تكون القناني نظيفة ومجففة ومع مراعاة وضع القليل من زيت الزيتون على وجه الصلصة قبل أغلاقها وأحكامها توضع في الثلاجة ويمكننا استخدامها خلال أسبوع واحد فقط بعد هذا الأسبوع تصبح غير صالحة للأكل والآن إليكم مقادير صلصة البستول الإيطالية الخضراء 25 ملي ماء ملعقتين أكل دبس العنب الحامضي عدد 2 بصل حزمة ريحان طازجة رشة ملح 50 ملي زيت زيتون 100 جرام من الصنوبر ها هي جميع مقاديرنا والآن إليكم طريقة العمل في هذه الأثناء أنا قشرت البصل وجهسته الآن سأعمل على تقطيعه ومن ثم وضعه في المكسر الكهربائي ترجمة نانسي قنقره ترجمة نانسي قنقره ترجمة نانسي قنقره ترجمة نانسي قنقره ترجمة نانسي قنقر وبعد الانتهاء من تقطيع البصل سأضعه في الميكسر الكهربائي هكذا ونتابع فرم البصل هكذا ها هو الريحان الطازج سأبدأ بفرمه هكذا هذه الصلصات يمكنكم استخدامها في اعداد الطعام وكذلك يمكنكم دهنها على قطع التوست وتناولها باردة الآن وبعد ما انتهيت من فرم الريحان الطازج وضعته فوق البصل في الميكسر الكهربائي هكذا الآن سأضع له رشا من الملح بعد ذلك خمسة وعشرون ملي ماء ومن ثم زيت الزيتون والصنوبر الصنوبر وضعته بما مقداره 100 جرام ونصف كوب من زيت الزيتون والآن سأضع له دبس العنب الحامضي ملعقتين طعام هكذا ومن ثم سأبدأ بخلط المواد اشتركوا في القناة الآن وبعد ما انتهيت من تجهيز سلسة البستو الايطالية الخضراء سأضعها في القناني الخاصة بها على ان تكون نظيفة ومجففة وقبل احكام غلق القناني نضع القليل من زيت الزيتون وما ثم نضعها في الثلاجة يمكنكم استخدامها خلال اسبوع واحد من عملها بعد ذلك تصبح غير صالحة للقعام وبهذا نكون قد انهينا وصفاتنا لهذا اليوم بعلف صحة وعافية وبهذا تكون وصفتنا الاولى سلسة الطماطم الجفة بالعشاب ووصفتنا الثانية سلسة البستو الايطالية الخضراء قد اصبحتها جاهزة بألف صحة وعافية أتمنى ان تكون وصفتنا لهذا اليوم سلسة الطماطم الجفة بالعشاب وصفتنا البستو الايطالية الخضراء قد نالت اعجابكم ورضاكم تابعي قناتنا الكرام ولكل من يرى هذا الفيديو للمرة الاولى يسعدنا تفاعلكم مع قناتنا قناة ملكي انخلة والشف ايفا من خلال الاشتراك بالقناة تفعيل جرس التنبيهات ومشاركة فيديوهاتنا مع احبتكم واصدقائكم ليصلكم كل ما هو جديد على قناتنا اي من خلال اللايك والشير والسبسكرايب اما بخصوص المقادير فتجدونها في صندوق الوصف اسفل هذا الفيديو احبتي ان كان لديكم اي سؤال او استفسار او تعليق جميل اكتبوه لنا في قسم التعليقات وسيتمرد عليه خلال 24 ساعة انتظروني في وصفة جديدة كنت انا معكم الشيف ايفا من اسبانيا استودعكم الله واحبكم كثيرا اديوس اشتركوا في القناة